ما اشبه اليوم بالبارحة السودان ينطفض مرة اخرى في تظاهرات شملت العديد من الولايات دعوات الثلاثين من اكتوبر التشرين الاول حولها السودانيون الى تظاهرات مليونية بالفعل ضد قرارات قائد الجيش عبدالفتاح البرهان التي وصفوها بالردة ولان الردة في الحرية مستحيلة لم يقبل السودانيون السلاء الجيش على السلطة اذ يفخرون بحق ان رئيس السوداني السابق عمر البشير كان ثلث ديكتاتور اسقطوه واستمر اثقاتهم بقدراتهم لتكون هذه الحشود اليوم التي تهتف حاليا باعادة الجيش الى تكوناته وتحقيق الانتقال السياسي الذي يرجونه ومع تأكيد البرهان ان مقام به كان ضروريا لتجنب حرب اهلية وان جيش خطط لنقل البلاد الى انتخابات ديمقراطية يظهر جليا لدى المتظاهرين عكس القول تماما عشرات القتلى والجرحى برصاص القوات الامنية والجيش في عدة مدن سودانية في موقف يعيد تكرار سيناريو مزارة القيادة العامة العسكر في مواجهة الشارع مجددا جورة اخرى من الثورات المضادة تريد اجهاض حلوم الملايين في السودان بحكومة مدنية منتخبة ثورة مضادة لم ترضى بسلطة تتشاركها مع المدنيين لتنتهذ لحظة ظنتها مناسبة على الجانب الدولي لا تزال التصريحات الرافضة للانقلاب في السودان تطرح التساؤلات عن مواقف تلك الدول الحقيقية لا سيما واشنطن من الانتقال السياسي الديمقراطي في السودان حيث لا يكفي دائما الثناء عن المتظاهرين في حضرة القمة حضرت الادانتها هنا مرة اخرى لكن الافعال لا تزال مقيدا وكأنه كتب على شعوب الربيع العربي الا تستريح الثمن باهظ يقول السودانيون الذين يواجهون اليوم شركاء الامس حيث ان تأخر المواجهة لم يعني قبولهم بسلطة الامر الواقع ليقولوا كلمتهم مرة اخرى اشتركوا في القناة